موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أسبوع البلد أبرز ما لدينا في هذا الأسبوع المهرة طبيعة خلابة وسياحة فريدة ابتكار مأريبي يحول دراجة النارية إلى قارب للإنقاذ آمن حسين حضور نضالي وغياب التكريم المستحق موسيقى مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام بموقعها الفريد وتنوع تضاريسها ومناخها تتميز محافظة المهرة كذلك بمساحاتها الواسعة حيث تعد ثاني أكبر محافظة في الجمهورية إضافة إلى إرثها التاريخي والحضاري حيث تضم المهرة الكثير من الحصون والقلاع التاريخية الموغلة في القدم إلا أن الكثير من تلك المعالم التاريخية تعاني من الإهمال الذي قد يتسبب في غياب واندثار الكثير من المعالم التاريخية لمحافظة المهرة المهرة طبيعة خلابة والسياحة فريدة نشاهدها في سياق هذا التقرير مميزات ومقويمات سياحية فريدة ومناظر طبيعية خلابة تمتلكها محافظة المهرة فقد جمعت المهرة بين البحر والجبال والأودية والصحراء وتزينت بغاباتها الكثيفة وكل شيء لا يزال على الطبيعة حتى المناطق الآهلة بالسكان تضاريس متنوعة ومناخ فريد وموقع استراتيجي من جهة الشرق جعلها ممرا دوليا وبوابة لليمن إلى دول الخليج عبر سلطنة عمان غابة حوف المحمية الطبيعية الأجمل في الجزيرة العربية والتي تحتوي على العديد من النباتات النادرة وتمتد بطول خمسين كيلو مترا تقريبا كثيرة هي المواقع الأثرية والمزارات في المهرة وتتوزع في العديد من مديريات المحافظة إلا أن أغلبها يحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم ومن تلك المواقع والمعالم الأثرية ذلك الموقع الكائن في رأس وادحات وهو عبارة عن صخور عليها نقوش بالخط المسند وتضم المهرة عددا من الحصون القديمة منها حصن خيبل وحصن دوحال في مديرية الغيظة وفي قشن حصن بيت جيدح وحصن بيت مسمار بالإضافة إلى قصور أخرى تعد من المعالم السياحية التي تتحدث عن هذه المدينة الضاربة في عمق التاريخ كما توجد في المهرة عدد من القلاع التاريخية الأخرى منها قلعة وادي هول وقلعة البحراني في مديرية حصوين إلى جانب مدينة حصوين القديمة الواقعة على ساحل المديرية والمرتفعات الجبلية هي الأخرى تشكل حيزا كبيرا في المحافظة وتصل ارتفاعاتها إلى 1200 متر وأكثر عن مستوى سطح البحر حيث توجد سلسلة جبلية تتوسط المحافظة من الغرب إلى الشرق وتحديدا من الحدود الغربية للمحافظة وهذه السلسلة الجبلية هي امتداد طبيعي للسلسلة الممتدة من محافظة حضر موت كل تلك المعالم والآثار التاريخية التي تزخر بها محافظة المهرة بحاجة ماسة إلى إعادة ترميمها والعناية بها ومن المهرة إلى سقطرة حيث تستمر جزيرة سقطرة في إدهاش العالم بتركيبتها البيولوجية وطبيعتها النادرة التي لا تنتهي عجائبها كهف حوق واحد من أهم المزارات السياحية في الجزيرة وسر من أسرار الطبيعة المجهولة التي لم تكتشف نهايتها كهف حوق من غرائب الطبيعة في سقطرة نشاهده في سياق هذا التقرير يوجد في جزيرة سقطرة أكثر من ثمانية وخمسين كهفا ومغارة مليئة بالكثير من الأسرار والغرائب وعجائب الطبيعة التي لم تكتشف بعد كهف حوق واحد من غرائب الطبيعة في العالم وفقا لبعثة بلجيكية زارت الكهف في ألفين وواحد وتعمقت فيه لحدود ثلاثة كيلو مترات يبلغ ارتفاع الكهف ثمانية أمتار بينما يقدر عرضه من خمسمائة إلى ألف متر دليل المعلومات الصادر عن جمعية أصدقاء سقطرة في المملكة المتحدة للعام الفين وثمانية عشر قال إن طول الكهف يبلغ ثلاثة عشر ونصف كيلو متر كأطول كهف في الشرق الأوسط ويقع كهف حوق في منطقة حالة شمال شرقي سقطرة على بعد خمسين كيلو مترا من العاصمة حديبو وما زالت البعثات العلمية تحاول استكشاف محتوى أعماقه الداخلية التي لا تزال مجهولة ويعتبر الكهف واحدا من أهم المزارات السياحية في الجزيرة نظرا للنقوش التاريخية والرسومات الساحرة والزخارف المدهشة والتكوينات الكلسية وغفرة المياه العذبة التي فيه بالإضافة إلى القطع الأثرية المنتشرة داخل الكهف والتي يعود تاريخها لآلاف السنين في الماضي استخدم الكهف كمعبد ديني يأوي إليه المسافرون والبحارة من أرجاء العالم كافة في طريقهم إلى آسيا وأفريقيا عبر سقطرة وكانوا يمارسون فيه طقوسهم الدينية وتبقى سقطرة ذات تركيبة بيولوجية فريدة وعجائب الطبيعة فيها لا تنتهي تتمتع بعض الشخصيات مشاهدنا الكرام بالحضور الطاغي والخروج عن المألوف وقد تلعب الظروف الزمانية دورا في ذلك الحاجة آمنة حسين أو من باتت تعرف بعائشة أو عيشة عند التهاميين حكاية مختلفة فهي الثمانينية التي غاب عنها التكريم رغم تاريخها النضالي ودورها المجتمعي البارز في قريتها عدسة أسبوع البلد رصدت لنا حياة الشيخة والمناضلة والفنانة عيشة من إحدى القرى التهامية جنوب الحديدة نشاهد ذلك في هذا التقرير الحجة آمنة حسين من قرية أبو زهر شمالي الخوخة ثمانينية من فلاذ لها صولات وجولات وتجربة فريدة في مواجهة انتقاص المجتمع الذكوري لقدرات المرأة اليمنية بدأتها بالمشيخة في بادرة جريئة لمتابعة شؤون قبيلتها المقصية والقيام بواجب الضيافة لمرتادي هذا المكان الذي كان مأهولا بالسواح والزائرين أبديل هنا ما فرشيه وانكنابيد وانخاد وانكعايد واذا وقلهم رقدو السواح لا الأفراد حقي السواح اللي يتولها كذلك قيلوا ما أتوك هذا الساعد اللي من الصف ما المغرب ينشرهم استقبلهم يعني الصديق استقبلهم كلهم أنا عرفت أنه كان معيك بيت هنا تستقبلهم ايه وايه وايه فرح بيتك خرق خرق أنهم طيها يرمدر البحر تحقون في مبادرة ذاتية أخرى دفعتها حميتها الوطنية تنصيب نفسها قائدا للأفراد الذين كانوا يبدون مشتتين بدون رأس فتولت نقلهم للجزر اليمنية عبر البحر وشاركت في تأمين جزيرتي زقر وحنيش من الاعتداءات الإريترية بينام هواري بينام هواري بكبار بينام خبرات القلبات أوضعهم في كل بقعة وما أعطيش بزوح ناش قالوا أناش بزوح ترية أقول لك من يقول والله الذي قل ها شا شا طلع شيء قل له زنزانة ودي أبو لم تتوقف نزعة الانتصار للمرأة اليمنية لدى آمينة والتي عرفت في تجربتها الأخيرة بالخالة عائشة حين وجدت نفسها في عقتها السابع ممتلة بهذا الاسم في واحد من أبرز المسلسلات اليمنية همي همك بعدا قايله وفاطم وفاطم أبا تجيب وقال لها شكلك اللي اشتمونتي مونتي أندي أهلك بلا مشاكل بعدا أبا الساعة قال لي ما يلها الزعلانة قلت زوجها تزوج عليهم سكينة معا قلتها ترحم ما حد شاهد قال والله النمر قال خواني من بين الزواج قلت لك منك طابة وما لك ألت عجوز الشيخة والمناضلة والفنانة آمنة أو ما باتت تسمى بالخالة عائشة قدمت نموذجا مستحيلا لإرادة المرأة اليمنية وكرسته في خدمة مجتمعها ويمنها لكن النكران الرسمي سيد الموقف واحتراق بيتها بالحرب زادت طين بلة فآوت المناضلة الشيخة شريدة بدون منزل محمد المغارب المهرية لبرنامج أسبوع البلد من مدرية الخوخة جنوب الحديدة ننتقل إلى شبوة مهنة الصيد أو صيد الأسماك من المهن الشيقة والممتعة ويحظى بحر بئر علي بأنواع متعددة من الأسماك التي تورد إلى السوق المحلية بالمحافظة وتصدر منها كميات أخرى إلى الخارج لما تتميز به من جودة وطعم فريد في هذا التقرير نتناول قصة سالم وهو شاب من أبناء مدرية رضون بمحافظة شبوة يعمل في مهنة الصيد ويعشق البحر بنشوة الفرح والشوق إلى مهنة الصيد ينطلق سالم مع خيوط الفجر الأولى في رحلة إلى عرض البحر قد تستمر لساعات هذه المهنة خطيرة ولكنها ممتعة في نفس الوقت بالنسبة له فهو يعيش معها علاقة حب منذ زمان مضاء سالم أحد أبناء مدينة بئر علي بمدرية رضون شرقي محافظة شبوة وواحد من أقدم الصيادين في المنطقة لا زال يسير على خطى والده الذي علمه هذه المهنة وهو بدوره يعلمها أبناءه فيقوم باستحابهم كل يوم للاستياد بأدواته البسيطة والمتواضعة الأدوات السغنورة كثيرة أهم شيء الأوتار والأقطاب والرصاص الذي يسمونه الثقالة ومن الأدوات الشباك الشباك نوعين فيه شباك حاوي وفيه شباك قاعية وفيه القدومة يستخدمون حاجة اسمها السنارة غالبية السكان هنا يعتمدون وبشكل كليين على مهنة الصيد فهي تمثل دخلهم الوحيد حيث يعمل في مهنة الاصطياد أكثر من 700 شخص على الرغم من وخاطرها ومرددها الضائل إلا أنها تجذرت في نفوسهم فلا يستطيعون تبديلها بأي مهنة أخرى فهي تعلمهم الصبر والتحمل والتكيف مع تقلبات الزمن كاد هو على مسبدان العام يعني وفرة الإنتاج ولكن في الفترة من يونيو إلى سبتمبر تكون هذا فترة الموسم الاستياد عدد الصيادين في منطقة بير علي يتجاوز 700 صياد منهم تقريبا إلى 90% من ضوين تحت جمعيات سماكية و10% سيادين فرديين تصدر بئر علي معظم أنواع الأسماك إلى الأسواق المحلية والخارجية ويمتاز بطعمه اللذيذ وفوائده الجمة وتبقى مهنة الاصطياد هنا مهنة ورثها أبناء هذه المدينة أبا عن جد عوض صالح لبرنامج إسبوع البلد شبوة فعاليات شعبية لاستقبال السنة الهجرية الجديدة تميز مدينة تريم حضر موت كتقليد سنوي متوارث حيث يتم في ليلة رأس السنة الهجرية الجديدة إقامة احتفال وطبخ أكلات شعبية لا تتناول إلا في هذه المناسبة كالمحشي والشوربة المزيد نشاهده في هذا التقرير من كل عام تقام في هذا المكان بمدينة تريم حضر موت فعالية تراثية شعبية احتفالاً وابتهاجاً بقدوم السنة الهجرية الجديدة كتقليد متوارث دثر لبعض السنوات لكنه سرعان ما بادر مهتمون بإحيائه من جديد بجهود ذاتية حرصاً على إضفاء روح التعاون والتقارب بين أبناء المنطقة والتي تتكرر في مناسبات دينية كشهر رمضان وأيام الأعياد هذه الاحتفال المتواضع الذي يقومون بها الشباب مشكورين على هذه الجهود الجبارة التي يقومون بها يقومون بها سنوياً في هذا المكان ويحتفلون بالعام الهجر الجديد هناك جهود متواصلة بين الشباب والعقال وجهود تفضل في كل الاحتفالات ونتمنى لهم التوفيق تبدأ تلك الفعاليات عصر آخر يوم في السنة الهجرية الماضية بإيقاد النار على قدر كبير وطبخ أكلة الشربة الشعبية المكونة من القمح المجروش والتي يضاف لها أيضاً المحشي الذي تتقن النساء مدينة تريم فقط طبخة عكفة على هذه الطبخة طبخة الشربة منذ بعد أدان صلاة العصر مجموعة كبيرة من الأخوان الخيرين وفيها الشربة هذه يتم فيها الآن يعني يطبخوا حتى يتم نضجها إلى ما بعد العشاء من ثم يتم يعني توزيع الشربة على الحاضرين والجيران والبيوت كلها فرحة بقدوم هذا العام الهجرية هذه العادات التاريخية الجميلة جب أن نحافظ عليها ونستمر ويعرف الجيل ويتوارثها جيل عن جيل بانتظار ضوج طبخة الشربة الشعبية يقدم هؤلاء الفنانون أصوات غنائية ترحب بالعام الهجري الجديد فيما يضيف كوميديون بهجة على محي هؤلاء الأطفال الذين ينتظرون هذا اليوم لترديد أهازيج شعبية احتفائية بالسنة الجديدة نعمل هذه المناسبة سنوية ليتمعون الأهل والأقارب والأصحاب من كل حارة ومن الحافة ليتمعون سنوية في هذه الحافة ويعملون الزربادي ورقصات شعبية تساهم هذه الفعاليات الشعبية في حياء التراث الذي بات مهددا بالاندثار خاصة مع ضعف دور الجهات الحكومية المعنية جراء الأوضاع الحرج التي تمر بها البلاد إضافة لإضفاء روح الترابط بين أفراد المجتمع مشاهدين الكرام فاصل ونعود بعده لمواصلة أسبوع البلد تكرموا بالبقاء معنا ساعة رياضة العالمية نتجول بين نوادها وننتقي بأبطالها نناقش مع مختصيها قضاياها ومشاكلها كل هذا في ساعة رياضة مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام شاب يمني ينجح بتحويل دراجته النارية إلى قارب لإنقاذ الغرق بعد الفيضان الذي حدث في مأرب وارتفاع منسوب المياه في السد وقد نالت فكرته الملهمة إعجاب الكثير وسط دعوات لتكريمه ومنحه الدعم والرعاية الكافية من الجهات المختصة من دراجة نارية إلى قارب للإنقاذ نشاهده في هذا التقرير الحاجة أم الإختراع مقولة شائعة الاستخدام انطبقت هذه المرة على حكاية شاب يمني نجح في تحويل دراجته النارية إلى قارب إنقاذ أنا الغواص شباب سعيد الساقية أعمل لدى الدفاع المدني كغواص نحن متواجدين في هذا الحفرة بشكل استمرار وفكرة المطر جاءت على بناء أن نحن بحاجة إلى زورك بفعل الإقبال الكبير من السكان للتنزه في سد مأرب وتحويلاته الفرعية خاصة مع ارتفاع منسوب المياه جراء السيول المتدفقة بكثافة مؤخرا تزايدت حوارث الغرق وحين لاحظ الشاب مالك الدراجة فشل بعض محاولات الإنقاذ باستباحة وعدم توفير السلطات المحلية وسائل سلامة جاءت الفكرة سراعة المطر كوسيلة إنقاذ أولا وثانيا كوسيلة طوارئ أدور عليهم على أطراف الحفر الذين يتواجدون في أطراف الحفر أحذرهم بالابتعاد منها وكذلك في نفس الوقت طوارئ الحمد لله حين صلحناه خفت معانات الغرقاء يعني ما حصلت غرقاء كلها إنقاذ أحياء وبعد تفكير معمق ابتكر الشاب قارب إنقاذ بعد أن أجر بعض التعديلات على دراجته النارية بما جعلها قارب إنقاذ يشبه في أدائه القوارب المستخدمة في الإنقاذ ومن الواضح أنه قام بتركيب أربع عبوات بلستيكية فارغة للدراجة بطريقة مدرسة وتحويل الإطار الخلفي إلى عجرة تجديف آلية خلال الشهرين من بداية ما فقه في خلال الشهرين أربعة عشر حالة طرق وثلاث عشر حالة إنقاذ تم إنقاذهم أحياء وأربعة عشر انتشال من هذا المكان آخرها اليوم اليوم ثلاثة من أسره واحدة مرأة واثنين أطفال تم إنتشالهم ومعنا أربع حالات في اليوم في الروضة فجأة شوهدت الدراجة النارية تطفو على المياه وتنقذ بواسطتها هذا الشاب عمليات إنقاذ فعالة وسط دهشة وإعجاب آلاف المواطنين كواحدة من المبادرات الإبداعية التي تنتظر التشجيع والتطوير ونطلب من الجهات المختصة من السلطة المحلية المثلة باللواء سلطان العرادة بأن يوفروا لنا زوارق بحرية لكي تخفف معاناة الغرق ربما الحرب والوضع المترد الذي تمر به البلاد دفعت اليمنيين لخلق حلول بديلة لكثير من الإشكاليات التي تواجههم في الحياة بدافع الحاجة أولا وهكذا قالوا أن الحاجة أم الإختراع لبرنامج أسبوع البلد مأرب بالفعل الحاجة أم الإختراع فكرة إبداعية جميلة وأيضا موقف نبيل وإنساني يدل على الاهتمام بالوطن وبالأرض الذي ينتمي إليها كل أبناء اليمن مع ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في اليمن تدعى أبناء منطقة هدد الواقعة في مديرية الشمايتين لتأسيس مبادرة خاصة بهم لمواجهة فيروس كورونا حيث قامت المبادرة بإنشاء نقطة في مدخل المنطقة لفحص الداخلين والخارجين منها وكذلك لإجراء الإسعافات الأولية للمصابين بالفيروس التفاصيل نشاهدها في هذا التقدير وقاية من فيروس كورونا أسس عدد من أبناء قرية هدد مبادرة لمكافحة فيروس كورونا في منطقتهم حيث قامت المبادرة بعمل نقطة في مدخل القرية لتعقيم الداخلين للقرية والخارجين منها كما قامت المبادرة بتجهيز مخيم للحجر الصحي للذين يشتبه إصابتهم بالفيروس ولم تكتاف المبادرة بهذا بل قامت بتجهيز مستشفى ميداني خصص لمعالجة المصابين بالوباء نحن اليوم في منطقة هدد لتدشين عملية الرشا الضبابي استمرارا لمبادرة أبناء منطقة هدد الذين قاموا بإنشاء محقر بدعم خاص من الأهالي لمكافحة فيروس كورونا لذلك نتقدم بالشكر القزيل للأخوة في منطقة هدد لما يقومون به من إقراءات وأنشطة تقدم منطقتهم وداعمة للقطاع الصحي في مكافحة الأوبئة في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 واستفادت من المبادرة كل قرى رجاعية البالغ عددها 12 قرية حيث قامت المبادرة بإجراء أكثر من خمسة آلاف عملية فحص حراري كما قامت بنقل عدد من المصابين إلى مستشفيات المدينة وتكفلت المبادرة بدفع كل تكاليف علاجهم القرى المحيطة بقرى هدد وكذلك المحقر والسعافة الأولية ستكون لأبناء هدد والقرى المحيطة وطبعا نحن قمنا بأكثر خلال 30 يوم الأولى من الإحصائيات أكثر من 4500 عملية تعقيم أكثر من 2000 عملية فحص حراري وزعنا أكثر من 650 كمامة أكثر من 1000 ملصق توعوي و1200 منشور توعوي وبعد انتشار أمراض الحميات ومرض المكرفس في المحافظة والذي يتسبب فيه البعوض قامت المبادرة بعمليات رش ضبابي لمكافحة انتشار البعوض في كل قرى رجعية بدأنا بعد ذلك في مكافحة النامس والبعوض الناقل لأمراض المكرفس وحمى الضنك والملاريا فبدأنا في الرش ضبابي للقرى لقرية هدد والقرى المحيطة ولدينا مخطط لنشر عملية المكافحة النامس في جميع القرى المحيطة بقرى هدد تأتي هذه المبادرة ثمرة لتكاتف الاجتماعي التي تعيشه المنطقة والتي تقوم بدور الدولة التي غابت عن ممارسة دورها بسبب الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد لبرنامج أسبوع البلد تعز إلى محافظة عدن حيث الفن والجمال بمشاركة مجموعة من ألمع نجوم الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي في عدن والمحافظات المجاورة لها استضافت المدينة معرضا للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي الذي يحمل عنوان الريشة والعدسة نشاهد التفاصيل في هذا التقرير في ظل الظروف السياسية والحرب القاسية في عدن تحدت وتمردت ريشة الفنان التشكيلي على إدعجري حيث جسدت رسوماته صورة واقعية لمعاناة الإنسان العربي عامة واليمن بشكل خاص وصورت أعماله صور ومعاناة تشرد الأهالي خلال فترة الحرب على المدينة وتهيمن الواقعية بنسبة 90% على أعماله الفنية إلى جانب التأثير الطاغي للبعد الإنساني والصمود في وجه المحن في فنه التشكيلي أنا اليوم مشارك بثلاث لوحات تشكيلية طبعا كل لوحات تحدث عن موضوع وكل موضوع يمثل معاناة هذا الوطن وكل صورة أيضا توضح ما هي المعاناة سواء معاناة المرأة أو الطفل أو تأريخ الوطن واليمن بشكل عام ويضم معرض الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي الريشة والعدسة الذي نظمته مؤسسة أمد الثقافية 30 لوحة تشكيلية وعددا من الصور الفوتوغرافية وعروض فنية مباشرة وجوائز ومسابقات تفاعلية بمشاركة أحد عشر فنانا من ألمع نجوم الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي شارك في هذا المعرض مجموعة من أبرز الرسامين والمصورين في محافظة عدن ومحافظات المقاورة لها يركز على صور المناظر الطبيعية كذلك بعض اللقطات الإنسانية التي قام برسمها هؤلاء الرسامين والمصورين ننقل من خلال هذا المعرض صورة مشرقة عن عدن بأنها كانت وما زالت نابعة بالحياة ومعطاءة بالفن والإبداع مهما كانت الظروف ومهما كانت الأزمات التي تمر فيها عدن وتنوعت الأعمال المعروضة بين اللوحات الزيتية والمائية والمنحوتات من الخشب والرسوم الذي تتميز بأساليب مختلفة وتنتمي إلى تيارات فنية عدة تأثر بها الفنان في كل مرحلة من مراحل حياته المختلفة والذي يعكس مدى الإهمال الذي أصاب هذه الشريحة من الفنانين الذين لجأوا إلى المعارض الفردية من أجل إبراز أعمالهم الفنية والإبداعية والثقافية في ظل عجز حكومي على احتواء مثل هذه الأعمال والفنون يمثل المعرض تحفة فنية أراد بها القائمون إيقاد مشاعر الفن والثقافة المهمشة والغائبة منذ سنوات وسط عوائق كبيرة قتلت روح الإبداع في نفوس الفنانين وباتوا يصارعون هموم حياتهم المعيشية اليومية وسط مجتمع وسلطة لا تعطي للفن قيمة تذكر الفن في محاربة الحرب ربما يكون أجمل توصيف لهذا المعرض مياه الأمطار في الحديدة أدت إلى تدمير المئات من مخيمات النازحين في مديرية الخوخة وحتى جنوب المحافظة وهناك أكثر من مئة أسرة نازحة في مخيمات منطقة الحيمة فقدت مساكنها وكل ما تحتويه من مؤن غذائية وأصبحت في العراء حيث تفتقر إلى أساسيات العيش الكريم التقرير التالي يبرز لنا المزيد عن معاناة أبناء الحديدة النازحون في تهامة قصة هروب من نار الحرب المستعرة إلى ساحات من العراء الجاف تتخطفهم تلابيب المعاناة وتتقاذفهم رياح المأساة واستخيام واهنة لا تكاد تحميهم من عبث العواصف والأتربة قبل أن تجدثهم مياه السيول الجارفة التي تضرب محافظات يمنية عدة أمطار غزيرة لم تعرفها اليمن منذ عقود ضربت عددا من محافظاتها وكان للحديدة منها نصيبها الوافر مقعة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلد الذي تتوالى فيه الأزمات والكوارث مع حرب دامية تعصف به منذ أكثر من خمس سنوات عجاف خسائر طالت عشرات المدنيين الذين توفوا وفقدوا جراء الأمطار والسيول ومئات المنازل تهدمت في الحديدة وصنعاء ومأرب ريمة وأيضا المحويت وصعدة فضلا عن تضرر مئات الأسر النازحة بسبب استمرار حالة التقص الماطرة مياه الأمطار في الحديدة أدت إلى تدمير المئات من مخيمات النازحين في مديريتين الخوخ والتحيط جنوب المحافظة وهناك أكثر من مئة أسرة نازحة في مخيمات منطقة الحيمة فقدت مساكنها وكل ما تحتويه من مؤن غذائية وأصبحت في العراء حيث تفتقر إلى أساسيات العيش الكريم وذكرت مصادر إعلامية وفاة عدد من المواطنين وتهدم عشرات المنازل علاوة على فقدان عدد من الأبقار والمواشي في السيول التي شهدتها مديريات تهمة هذا الطفل الذي يرقد في أحد المراكز الصحية غرب مديرية التحيط أنقذته قوات ألوية العمالقة من السيول التي ضربت المديرية وجرفته كغيره من أبناء تهمة الذين عجزوا عن مقاومة قوات هذه السيول برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة قال إن العديد من الأسر النازحة بسبب الحرب اضطرت للنزوح مجددا بسبب سيول الأمطار كما حذرت اللجنة الدولية لصليب الأحمر في اليمن من أن حياة الكثير من اليمنيين مهددة جراء الأمطار الغزيرة والسيول المستمرة منذ أيام فمن ينقذ تهامة من هذه الأزمة مع توقعات بالسمرارها وتمددها إلى مناطق أخرى ومن يعوض خسائر المتضررين مع توقف ملحوظ لأعمال الإغاثة الإنسانية كان الله في عون أهل تهامة وأهل اليمن عامة ننتقل إلى المهرة مجددا فبالرغم من أن السماك يعد عنصرا أساسيا في وجبة الغداء بالنسبة للمهريين إلا أن الكثير من الأسر في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة قد عزفت عن شراء السماك وذلك جراء الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك نشاهد التفاصيل في هذا التقرير تعد الأسماك وحدى الوجبات الرئيسية لسكان محافظة المهرة ومدينة الغيضة بشكل خاص غير أن أسعار الأسماك والأحياء البحرية ارتفعت بشكل جنوني ما جعلها تختفي من مائدة الكثير من الأسر ارتفاع أسعار المعيشة يمثل عبءا إضافيا على المواطنين الذين يطحنهم غلاء المعيشة في غياب الرقابة الرسمية من الجهات الرسمية لحماية المستهلكين من استغلال البعض بائع الأسماك يبررون الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك إلى هيجان البحر في مثل هذه الأيام من كل سنة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بعض الصيادين يعانون من الغلاء حق البترور وبعض أحيانا زي الأسعار وبعض أحيانا يكون أرياح في الغيزانة هذه هذه التي تتعب الصيادين نواجه مخاطر كثيرة نواجه الأمواج مع الخريف وقت الخريف وقت البنجيز هذا الأزيز ونواجه كثيرة من أسعوبات وساعات يجيب عندنا مواجه ونوقف بين شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وتبرير البائعين يبقى دور جهات الرقابة الرسمية في وضع الضوابط لمنع استغلال الندرة المعروض في مضاعفة أسعار هذه المادة الضرورية للمائدة لدى الأسرة المهرية تفاقمت معاناة النازحين في عدة محافظات جراء السيول والأمطار الغزيرة ومن بين المتضررين آلاف النازحين في محافظة حجة نشاهد التفاصيل في سياق هذا التقرير أكثر من 750 أسرة نازحة في محافظة حجة شمال غرب اليمن باتت بلا مأوى نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الباضية كما كشفت ذلك إحصائية رسمية المنازل منها يعني زاد عن ما أقول لك منازل أنها بلقاس منازل زاد من فوق مأس بذل اللي هني أقول لك قدام قدام لهذه حالين ومضارين اللي شلنا الأمطار قد دفنها يعني صبحتين شلنا علينا الكراسي الملابسة لأطفال الدقيق من الصوم كار من أي حاجة شلناها ولا مضارين من كل حاجة ولا أشوف أنهن هنا في العراء يعني الآن ما أقودين في العراء يعني لا مقايل لا بيوت ولا موعة ولا ماكل يعني والله يعني في حالي سيئة عنه الآن تضرر المزارع تضرر أصحاب النحل تضرر الكل بسبب السيئول والأمطار والآن هؤلاء الأسرة أكبر من خمس أسر أو ست أسر في هذا المكان متضررين وممطوعين لا يصلهم خط الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أكدت في تقرير لها أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة حجة تسببت بأضرار جسيمة في قرى ومخيمات النازحين وأدت إلى جرف كليين أو جزئي لمساكن 750 أسرة في مديريات ميدي وحيران وحرض بمحافظة حجة حصل علينا السيل وحنا نايمين تقريبا الساعة واحدة في الليل شل الملابس شل المساريف شل الأواني والبيت هذا السيل ما كنا نشفنا لكن الحمد لله على حكام الله ونالناشد سلطة المحلية بل المساعدات والأغاثات والفطين علينا النظر النزحون أكدوا أن الأضرار جرفت خيامهم وهدمت إششاهم كما تسببت في خراب كبير أحدثته في الطرقات العامة أدى إلى توقف حركة السعير بمناطق وقرى مديريتي ميدي وحيران يعاني المتضررون من السجول والأمطار في محافظة حجة من الدمار الذي لحق ببساكنهم واصطغي بدور السلطة المحلية والمنظمات ذات العلاقة مجموعة من الأخبار اخترناها لكم في أسبوع البلد والبداية من مارب حيث نفذ ملتقى شباب اليمن في المحافظة لقاء شبابيا موسعا للقيادات والنخب الشبابية بمناسبة اليوم العالمي للشباب وقال داود علوى مستشار وزير الشباب والرياضة إن هناك دورا يؤديه ملتقى شباب اليمن لتوجيه الرأي الشبابي وتوحيد جهود الشباب للوقوف بجانب الدولة من أجل الخروج من هذه المرحلة الحرجة مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة ستظل حاضنة لكل المكونات والجهود الشبابية في مختلف المجالات وفي اللقاء أكد المشاركون على أهمية الأدوار الشبابية في جميع المجالات خصوصا الجانب التنموي أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تراجع عدد حالات الإصابة بوباء كورونا في اليمن وقال بيان صادر عن المكتب إن تراجع حالات الإصابة على الرغم من أن المعطيات تشير إلى استمرار انتشار الوباء مشيرا إلى أن عدد الحالات المؤكدة والوفيات المعلنة أقل من الأرقام الفعلية وأضاف البيان أن الرجال يشكلون 74% من إجمالي عدد الحالات المصابة بالوباء في البلاد سلمت الشرطة العسكرية في تعز عددا من القطع الآثارية إلى مكتب الآثار في المحافظة وأشهد مدير فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف في تعز بجهود الشرطة العسكرية في مكافحة تهريب الآثار مؤكدا أن هذه القطع تعد من أهم القطع الآثارية داخل تعز إذ يعود تاريخها إلى ما قبل آلاف السنين أقامت مؤسسة رموز التنموية للصم وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة عدن نشاطا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم بمقر المؤسسة واستهدف النشاط عشرين طالبا من الصم وذوي الاحتياجات الخاصة ذكورا وإناثا كما يأتي استمرار لنشاطات سابقة أقيمت خلال السنوات الماضية قالت الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية في اليمن إن الدعم المقدم من منظمة اليونسكو والمقدر بنحو 12 مليون دولار لترميم أربع مدن يمنية لا يغطي سوى 30 بالمئة من الاحتياجات وأضاف رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية خالد الإبراهيم إن الدعم المقدم من المنظمة عبارة عن عملية إنقاذ لترميم جزء من المدن اليمنية التاريخية وأكد الإبراهيم أن حجم الأضرار فاقد توقعات وبلغ عدد المنازل التاريخية المتضررة في مدينة صنعاء القديمة ما يقارب 600 منزل و50 منزلا آثاريا في مدينة زبيد التاريخية بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام أسبوع البلد نلتقيكم في حلقة قادمة حتى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات معدل برنامج سيف عبد الناصر والطاقم كافة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر